من شوية كان فيه خبر مهم جدا محتاج اعرى لحضراتكم الخبر لان كان الفتر الاخيرة كان فيه تصريحات او فيه كلام اتكتب على تويتر من احمد حسام ماميدو لعب الكرة السابق واتكلم بشكل طبعا لا يليق على الكابتن اسامة حسني نجم النادي الاهلي وكابتن الاهلي وزميننا في قناة النادي الاهلي واتكلم كمان على الاستاذ جمال جبر مدير الاعلام بالنادي الاهلي نهاردة كابتن اسامة حسني والاستاذ جمال جبر يتقدمان ببلغين للنائب العام ضد احمد حسام ميدو تقدم كل من اسامة حسن اللاعب الاهلي السابق والاعلامي بقناة النادي الاهلي وجمال جبر مدير الاعلام بالاهلي ببلغين الى معالي المستشار النائب العام ضد احمد حسام ميدو لاعب الزمالك الاسبق وعضو اللجنة الفنية بناديه لقيامه بنشر اخبار كاذبة وتوجيه اتهمات باطلة الى سالفي الزكر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهدف الإساءة والتشويه لأغراض تتنافى مع المبادئ وأخلاقيات المجتمع جاء في البلغين اللازين تقدم بهما المحامي الشهير المستشار محمد عثمان أن ميدو خرج عن القواعد الأخلاقية دون سند أو دليل ولأسباب شخصية وحاول أن يستثمر كتاباته ووجه اتهامات لا أساس لها من الصحة لإثارة الفتنة بين المنتمين للأهل والزمالك في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى التكاتف ووحدة الصف وطالب كل من أسامة حسني وجمال جبر بتطبيق القانون بحق ميدو لإيقاف مثل هذه التجاوزات والأكاذيب والتي تتسبب في الاحتقان وإثارة المشاكل في الشارع القرون كلام مهم جدا وتحرق قانوني مهم جدا من الكابتن أسامة حسني ومن الأستاذة جمال جبر من خلال المستشار القانوني الأستاذ محمد عثمان وكل واحد يغلط لازم يتحاسب على خطأه إحنا في بلد بتحترم القانون والقانون بيتطبع على الكبير قبل الصغير والذي بيغلط لازم يتعاقب وياخد جزائه ترجمة نانسي قنقر